بالنسبة لأن الكنف الذي يمكن أن تشاهده كثيرا في قدر المشكلة لنا وهو قدما الإنسان حافظ على البشرة له في الصيف قدما يبرد الحال يمكن أن تكون لدينا البشرة التي تنقض على العلاج لها سهل إذن واكد لك أن نعدي ذلك الكنف ويزيد مع أشياء الشمس ويزيد الخرج ويأتي في الحال البارد لكي يتم العلاج ويجعله مثلا لازير ويجعل ذلك تقشير ذلك لكي يمكن أن تكون لدينا مشاكل الكنف ويجعله كل ساعتين تفادي بعض الأدوية التي تتجر أشياء الشمس تتسمى فوتو سنسيبيلزان حبوب منع الحامل ويجعل الأدوية ويجعل الأنبيوتيك ويجعل الأكتئاب ويجعل الإنسان لا يخدم بالنهار ويجعله بالليل ويجعله مع الطلين لكي في الصباح لا يبقى هذا المشكل لكي تسمى مالا دوميفي هذا الإنسان لا يكون لديه تأثير في الصباح بيقاش يجرى لكي أشياء الشمس استعمال لكي كل ساعتين واحد الكريمات التي تديرها تزولوا الكلف لكن هناك واحد المادة التي يخصنا في الصيف نحبسوها السيدة لا تبقاش تديرها تفادي هذا العلاج العشوائي مثلا ندير هذا الكريم واحد الكريمات التي تديرها تتبيض ولكن من بعد في الصيف تزيد إن فوتها تحبسها والليل المضاعف بكثرة وفي الليل سيدة تغسل وجهها لا تدير واحد الكريمات التي تديرها في فصل الصيف وفي الصباح تغسل وجهها وتدير الإكران ديالها كل ساعتين تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا شكرا وابوني فلاشين يوتيوب